المركز الثقافي الافتراضي المغربي الذي اطلق اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ فضاء موجه للمغرب المقيمين بالخارج للتعريف بارتهي وتنوهي الثقافي ومنح لمحة الموسع والحقد الفني المغربي على فعاليته عبر العالم المركز سيقدم بانتدام جديد الإصدارات والتظاهرات الثقافية بالمغرب المبادرة مؤسسة حسن الثاني اليوم بخصوص المركز الثقافية الافتراضية من اهم الاجوبة على ما يريده الشباب المغربي ما يريده المغرب الدين بالخارج نعرف بان المحور الاساسي في السياسة دي البلد توجه المغرب الدين بالخارج وكذلك ما يطلبه المهاجرين انه يساهم في تعزيز الهوية يساهم في تقوية الارتباط هذا المركز الثقافي عنده اهداف متعددة الهدف الاول هو انه يوصل الثقافة المغربية للمغرب المقينة بالخارج وخصوصا للشباب دي المغرب المقينة بالخارج ثانيا كذلك يعني احداث واحد الفضاء دي الحوار ودي التفاعل في المجال الثقافي المركز الثقافي الافتراضي يعد كذلك بغبة تتمكن المبدعين والفاعلين الثقافيين من النقاش والتواصل حول مستجدات الفن والأدب مخلال الأخبار والورشات كما سيرضوا الواقع افتراضي لمعارض من انجاز فن للمغرب مقيمة بالخارج والهدف هو تقريب مغربة العالم من الواقع الثقافي الوطني